السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت منا يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال مرحبا بكم عندي في قناتي سعاد جودة فبالنسبة اليوم سوف ندليكم واحد الوصفة جميلة للوجه ضد التجاعيد وكتخلي الوجه بصراحة اللون دياله موحد وبصراحة سوف نشاركها معكم لأنها رائعة وفيك تدريها وأي وقت لأن المكونات ديالها كلها طبيعية فبالنسبة للمكونات هذه الوصفة سوف نحتاج الملعقة ديال العسل وصفار بيضاء وملعقة صغيرة ديال الحليب رشة ملح وملعقة صغيرة ديال الحامض سوف نبدأ على بداية الله كما قلت لكم عندي ملعقة ديال العسل ومن الأحسن إلا كان عندكم قاعد العسل الحر يكون أحسن كيف مكتعرفوه الملفعة ديال العسل الحر لوجه رائعة الحرب وسوف نزيد رشة بالملح سوف نزيد سفار بيضى واحدة مسجدbodyضاء نضيف ملعقة صغيرة الحليب ونضيف ملعقة صغيرة الليمون نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة ينضيف أن نضيف ملعقة صغيرة وقت محدد مثلا في كديرها شحال ما بغيتي في الأسبوع والمدة اللي بغيتيها فكيف كتعرفوا انه صفار ديال البيضة غني بالبروتين غني بالفيتامين بي تري و بي تو وبالزنك الزنك اللي هو ضد التجاعد وبخصوص الحليب هو موحد للون ومرطب جيد للبشرة ومنسوش عصير ليمون اللي يبيض لنا البشرة زائد العسل مكون العسل اللي يرتبها لنا فنحاولوا ندمجوا هذا العناصر جيد كيف تشوفوا كيف تحصلوا على هذا اللون هذا هو هذه رغير العسل معنا عندي الصراحة هذه العسل الحور الى ما عندكم مش فيكم تشريو نوعية زوينة ديال العسل خلطوا خلطوا هذه العناصر هذه نزيان حتى تحاولوا جمس مع بعضياتها فملي غادي نخلطوها فانا غادي نجرب لكم هنا في ايدي اول حاجة غادي تاخدوا الخلاق غادي تحطوه غادي تحطوه كا في الوجه ديالكم غادي تحطوه واحد طبقة الاولى غادي تخليوها ما يعادل عشر دقائق غادي تركوها حتى تنشف ما اللي غادي تنشف غادي تطيفو طبقة تانية يعني احنا غادي نديرو احد ثلاثة طبقات ثم ما بين طبقة اولى وطبقة ثانية نخليو عشرة دقيق ما بين طبقة ثانية وطبقة ثالثة غادي نخليو عشرة دقيق يعني غادي نديرو ثلاثة ديال الطبقات وغادي نخليوها ما يعادل عشرة دقائق ثم غادي نضيفو طبقة الاخيرة اللي هي الطبقة طبقة الثالثة على الوجه ديالنا فانحاولو نديرو على الوجه ديالنا كل ما عادة للجوانب اللي كيحيطو على العينينا نحاولو ما نوصلوش للخلطة ونحاولو نديرو هكاية حركات دائرية باش الخاليط كي دخل معنا كما قلت لكم كتديرو مرة الاولى كتخليو هتاين شف عاد غادي تزيدو غادي تزيدو طبقة ثانية ثاني غادي تخليوها تتنشف عشر دقائق من اللي تتنشف عشر دقائق قاعد نضيفو الطبقة الثالثة فبلي غادي نضيفو الطبقة الثالثة غادي نخليوها ما يعادل عشرين دقيقة على الوجه دينا او على التليدين دينا على شلحة المكونات كما تشوفو كلها طبيعية وكلها مكونات صحية وبصراحة هاد الخلطة هذه العجيبة إلا كتديروها تقريبا نقولو تتلصد لمرة السمانة او لانهارية نهار لارا ما كان حتى مشكل غادي تشوفو الوجه ديالكم بصراحة غادي تشوفو انه تغير وحتى غادي تحسو بالناس وكاية اللي عندهم مثلا خمسين ستين سانا او لكدا يستحسن انهم يديروها انهارية انهار لا غادي تحسو بنتيجة عجيبة جدا غادي تخليوه ككما قتلكم خليط لمدة 20 دقيقة من البعد غادي تغسلوه وغادي تنشفو كيف كتشوفو غادي تغسلوه غادي تنشفو يديكم من وراها غادي تحاولو ترطبو الوجه ديالكم او لليدين ديالكم يبا فازلين يديرو شي مرطي في حال كريم نيفيا او على حساب الكريم المتواجد عندكم فكنتمنى الوصفة ديال لوم اليوم تنال اعجاب ديالكم كما قلتلكم هاد الوصفة رائعة جدا وبصراحة راح حسن من البوتوكس على الاقل هاد الوصفة يدرسيها كسب قاب مواد طبيعية اما البوتوكس يدرسيه كسب قاب ملتازمة انك الدالي فكننصحكم بهاد الوصفة هاد رائعة جدا وفي مكانكم انكم بديروها ينهارية او نهار الله حيث المكونات جميلة جدا وطبيعية ومتواجدة في كل بيس غير عافكم تمشيوا على نفس الخطوات اللي قدتلكم انكم تديروا طبقة اولى تخلوها عشر دقائق حتى تنشف عادي تديروا طبقة ثانية وتخلوها عشر دقائق لغاية ما تنشف ومن بعد غادي تنشفوه ومن وراها غادي تنشفوه ومن وراها ترتبوه يعني بنيفيا او لا ترتبو البشرة بفازلين اي مرطب عندكم في البيت ولي عندو شي سؤال اتمنى ان تكونوا في احسن احوال يا ربي وما تردوش في هذه الوصفارة رائعة جدا وغادي تشوفوا النتيجة ان شاء الله اتمنى ان تشوفوا ان الوجه يرتب و تشوفوا ان الوجه مجبض بالمكونات الصحية و بالمكونات الصحية و بالمكونات الحمض و العصير الليمون اتمنى هذه الوصفة نيد اعجابكم انا دابا غادي نمشي نغسل اليد اليالي نغسلها زيان و غادي نشفها بصراحة انا غادي نوريكم اليد اليالي و اخا انا ما خليتش ما خليتهاش بنفس التوقيت اللي قلت لكم ان انا ما بين خلطة و خلطة خاصة نخلي عشرة دقائق انتو ما كيف كتشوفوا صراحة نتيجة رائعة جدا فكنتمنى تجربوا هاد الخلطة هادي رائعة و مكونات طبيعية و جميلة جدا فان شاء الله بادني الله تعالى لا تنسوا ليش من لايكات و من سبسكرايب و نتمنى هاد الخلطة تنال اعجاب ديالكم و اللي عندو شي سؤال خليه ليفروا كومنتر و ان شاء الله نطلقها و في وصفة ثانية او زيارة مكان جميل و ان شاء الله دمتم في امان الله اشتركوا في القناة